الجزء الثاني من المحاضرة احنا اتفقنا في الجزء الاول ووصلنا للسلايد ديت قلنا ان انا عندي الشير سترس هشوفه في المنطقة اللي هي قريبة من العمود او عند الكريتيكال سيكشن على بعض ديها الاثنين هشوف قيمة الشير سترس كام وهسلح له احط له الكنات او الشوفاء التسليح اللي هنحطه يقاوم الشير ده لكن المنطقة اللي في وسط الكاميرا بيبقى دايما الشير اقل من الكيو سي ultimate uncracked وبالتالي بيتحطي لها المينموم لو انا عايز احسب المكان ده بالزبط اقدر احسبه طبعا يعني انا اقدر من تشابه المثلسات دوت اقدر اجيب الكيو سي ultimate uncracked دي دي فين لان اعرف القيمة دي بكام يعني انا انا عارف عندي الشير فورس زي جرام فانا لو سامته على بيف دي فعندي الشير سترس زي جرام فانا عارف القيمة دي دي بكام فأقدر من تشابه المثلسات الطول ده على الطول ده اللي هو الا على الاثنين يساوي الكيو سي ultimate على السترس ده فقدر اجيب الطول ده تقديه اضربه في اتنين يبقى المنطقة دي هي ايه يعني مثلا لو طول ده مثلا اتنين متر مثلا فلو ده اتنين متر يبقى الاربع متر اللي في النص كانتها تاخد المينموم استيرابس وبقيت الكاميرا تاخد الاشير او الكنات اللي هي بتقاوم الشير الماكسوم تعلنيني لبقى السلايد اللي بعدها الاول المينموم ويب رينفورسمنت نحسب بس نشوف ازاي هنحسب المينموم ويب رينفورسمنت المينموم ويب رينفورسمنت اللي هي معادلة بتقول الاريا ستيراب مينمم الاريا ستيراب مينمم بتساوي 0.4 على F-Y ستيرابس S-T دايت يعني بتاعت الستيرابس هو في F-Y للحديد و F-Y للستيرابس اه طبعا في الحديد بناخد بيبقى عادة الحديد الرئيسي بيبقى بيبقى حديده high grade steel يوى حديد 3500 ميجا بسكال او 400 ميجا بسكال او 420 ميجا بسكال و الديفورمت بارز و high grade لكن الكنات عشان تشكيل الكنات وتاخد شكل بقى تعمل بشكل مستطيل او كده بتبقى الافضل يعني mild steel الحديد اللي هو 240 او 280 فالF-Y ستيراب ده اللي هو F-Y بتاعت الكنات يبقى 0.4 على F-Y ستيراب في B في S A-B بيعرض الكامرة A-S دي S المسافة ما بين الكنات ده ظهر لي دلوقتي ترم جديد اسمه S اللي هو A-S الستيراب سبيسينج يعني لو بصيت كده في الاليفيشن بتاع الكاميرا زي ما هو قدامك كده المسافة بين الكنة والكنة اسمها S اللي هي بين الكنة والكنة في الاليفيشن طبعا فده كده الميليمم ستيراب 0.4 على F-Y ستيراب في B في S B طبعا زي ما تفعلنا عرض الكاميرا و S المسافة بين الكنات و F-Y اللي هي الهيل ستيراب بتاع الستيراب بالنيوتن للمليمتر سكوير بس قبل ما نشوف ال S تيمينم دي هي ايه بالزبط في كونديشن لل S كده الكود حاطتهم لل S كونديشن يعني الكاميرا اللي فات الدية اللي احنا كنا بنحل فيها كان دبسها 650 ميلي يبقى ال S ما تزدش عن 325 ميلي الكنديشن التاني ان ال S ما تزدش عن 20 سنت فلو بصنا لل 325 ميلي وال200 ميلي دول يعني الكنديشن الاولاني S ما تزدش عن 325 ميلي والتاني ما تزدش عن 200 ميلي يبقى في احيان كتير قوي بيبقى ال S بيتاخد 20 سنت او 200 ميلي عشان كاي كاي كون نقول ايه الكنديشن تحطها المينمم 5.8 في المتر ليه 5.8 في المتر لو هو ال S ما بينهم 20 سنت يبقى عدد الكنديشن في المتر يبقى 5 المتر 100 سنت وال 20 سنت 100 على 20 5 5 5 دايما نقول المينمم 5.8 في المتر ده لان بيبقى دايما ال S 20 سنت في الاغلب دي اللي بتحكم في الماكسموم سنت بتبقى اكتر حاجة لها 20 سنت وبالتالي يبقى المينمم ستبقى 5.8 في المتر يعني يعني ال S هنا لا تتعدى ال 20 سنت طيب الاريا سترب من اللي احنا حسبنا AST مينمم اللي هي ايه دي كانة بتاعتنا لو كانة كده مستطيلة بيبقى لها بنسميها كانة بفرعين دا كده فرع الرأس دا وده كده فرع دول الفرعين بتوعنا هتقولي طب والأفخ دا لا الأفخ دا لا يعتبر فرع للكانة يعني هي الكانة واخد شكل مستطيل اللي بيقاوم الشير هو الفروع الرأسية فكان الرسمة برضو برجع لها تاني اللي كانت في أول المحاضرة تعالى ممكن نشيارها تاني كده بسرعة شايفنا مساحتها ولا اوات مساحت عارفش ما علينا نرجع لل كان اللي بيقاوم داجون الكريك ايه الأفروع الرأسية هي اللي هتمنع ان كان الشرخ دا يوسع لكن الأرفع الأفقية لا مش هي ما بتقومش يعني بشكل مباشر فهنا الاريا سترب اللي انا حسبتها المينموم هي مجموع الفرع دا والفرع دا مساحة الفرعين يعني لو طلعت الاريا سترب ديت بفاليو اقسم الفاليو على اتنين اجيب مساحة الفرع الواحد طيب ساعات بيبع عندي الكانات او كاميرا عريضة كاميرا العريضة اللي هي كاميرا يا اما بتحقق حاجة من two conditions واحد منهم يا اما عرض الكاميرا اكبر من اربعين سنتي العرض برضو زي ما اتفقنا هو دا هو دا البي بتاعتي اي المسافة ديت هي دي عرض الكاميرا لو العرض اكبر من او لو العرض اكبر من ديبس التي طبعا اللي هو البعد دا دا اللي هو التي فلو البي اكبر من التي او لو البي اكبر من الربعين دي لازم يتحطي لها منمم four branches four branches ايه four branches يعني اربع افرع الرقصية ادي واحد اتنين تلاتة اربعة طب احطهم ازاي دول بسيطة اه كانتين جوه بعض يعني كانة كبيرة هيت يعني انا هعملها بلون الاصفر دي دي كانة اللي كانت كبيرة دي وتعالى نعمل لون تاني وليكن لون مثلا لبني وكانة تانية داخلية كده دي كانة ودي كانة المهم في الاخر الفروع الرقصية اربعة كل واحدة من دول اديتني فرعين رقصيين فلما تعدهم زي مع السهم اللي انا رسمه ده هتلاقي في ايه هتلاقي في ايه مع اربعة تس واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة فروع فالمينموم ساعتها لما تكون عرض الكاميرا اكبر من اربعين او البي اكبر من تي اربعة فروع بس مش اربعة فروع على طول يعني ممكن يبقى ازيد انا بقولك المينموم اربعة فروع طب ما انا حسابها ازاي المسافة بين الفرع والفرع ما تزيدش عن خمسة وعشرين يعني المسافة ديت كده بين الفرع والفرع ده اقل من او تساوي خمسة وعشرين سنتي يعني لاتساوي كده لو عندي كاميرا عرضها متر ونص وبتحصل يعني هتاخدو الكلام ده في الهولو بلوكس لاب الكورز التيرم اللي جاي يعني ان شاء الله كاميرا عرضها متر ونص فافروع كانت تبقى اربعة لا طبعا مش اربعة نقسم الاول المتر ونص على خمسة وعشرين سنتي يبقى مية وخمسين على خمسة وعشرين يديني ست يبقى انا عايز ست مسافات ست مسافات يبقى عايز كم فرع؟ عدد الافروع اكتر من عدد المسافات بفرع بواحد يعني يعني هنا دول ثلاث مسافات بين الكنات ادي واحد اتنين ثلاثة يبقوا اربعة فروع ست مسافات يبقى سبعة فروع يبقى انا ساعة عايز كنات بسبعة فروع لو كاميرا عرضها متر وعشرين متر وعشرين نقسمها على خمسة وعشرين تطلع تقريبا خمسة يبقى انا عايز خمس مسافات خمس مسافات يبقى عايز ست فروع طيب لو كاميرا هلخبط هغلطك دلوقتي لو كاميرا عرضها 60 سانتي كم فرع 60 على 25 فيها كم فيها 32 ثلاث مسافات يبقى كم فرع 4 فرع طيب لو كاميرا عرضها 50 سانتي حد يقول لي كم فرع كده اتنين ثلاثة غلطتك ليه بقى خمس انت حسبتها صح 50 على 25 فيها 2 مسافتين يبقى عدد الافرع ثلاثة بس احنا قيلين المينموم كام اهو بشاور على بالاصفة مينموم كام 4 برانشيز اي حاجة فوق ال 40 سانتي فانت بتحسب طول ما هي الفور برانشيز خلاص اقل من الفور برانشيز نستخدها فور يعني الكاميرا الـ 45 سانتي ديت فور برانشيز بالرغم منك لو حسبتها تطلع ايه 3 لا هي برضو فور برانشيز فده كده ايه الكنات المينموم في برضو معادلة لحساب المينموم غير الـ 0.4 ديت معادلة تانية طبعا المعادلة الاسئلة احنا الشغل بها هي 0.4 على F-Y استيراب في B في S في معادلة تانية بتقول الـ area استيراب منموم لا تقل عن greater than or equal to 0.15% من الـ B في الـ S يعني 0.15% في B في S طبعا للحديد اللي هو المايل الـ high grade 0.1% بـ S طبعا مش مستعدم كتير ومعادلة تالتة بتقول لك الـ absolute minimum خالص 5.6 5.6 احنا طبعا مش هنستعدم 5.6 المينموم بالنسبة لنا يبقى 5.8 وهنطبق في المعادلة ديت نتأكد منه ده المينموم ويب رينفورسمنت اللي هو هتحط فين هتحط في المنطقة اللي في نص الكامير طيب تعالى بقى نشوف بقى الحتة المهمة بقى قوي اللي هي الكنات اللي هتتحسب للكريتكال شير للسكشن اللي على بعد دي على الاثنين من ويش السبورت اللي هو عدى الشير فيه كمان القيمة بتاعة الكيوسي ultimate uncracked هنحسب الكنات دي ازاي زي ما اتفقنا لأول هنقول qs ultimate s اللي هي الsterops يعني او الsteel هي steel بشكل عام يعني qs يعني q steel qs ultimate بيساوي q ultimate نقص q c ultimate cracked كده ده الترم اللي هتشيله qs ده اللي هتشيله الحديد دي بقى المعادلة بتاعة الكنات المعادلة بتقول ايه بتقول qs ultimate بيساوي الarea sterops في f y sterops على gamma s على b f s الarea sterops في f y sterops على gamma s على b f s دي معادلة الشير اللي بيتشيل بالكانت تاني ايه الvariables اللي عندي هنا الarea sterops اللي هي مجموع مساحات افرع الكانر الرأسي لو هي بفرعين يبقى اتنين في مساحة الفرع الواحد لو هي اربع فرع يبقى اربع في مساحة الفرع الواحد f y sterops اليلد بتاع الكنات على 1 و 15% gamma s على b اللي هو عرض الكاميرا اللي هو المسافة دي طبعا s اللي هو المسافات بين الكنات اللي هي انت شايفها في الوش طيب انا عارف الq s وعارف الحديد نوع ايه وعارف عرض الكاميرا لكن لا عارف مساحة الكانر ولا عارف الاس يعني دول two unknowns in one equation اللي هي ديت فيها two unknowns الاريس سيراب وليس طيب اعمل ايه لانش حال غير اللي احنا بنفرده حاجا ونجيب الثاني ممكن واحد يقولي انا هفرد الاس 20 سنتي او 200 ميلي واجيب الارية السر ممكن تفرد الاس 20 سنتي اللي احنا قلنا اللي هي esque 20 سم ما ينفع적으로 20 فناخدها 20 واجيب الارية السر وممكن foi والأنها هفرد الارية السر واجيب الاس هفرد انه ي انها مثلا في 8 في 8 يبقى مساحة الرقصية كام، مساحة الأفرع الرقصية، اتنين في مساحة الفايتامانية المساحة للقطر الواحد يعني السيخ الواحد، يبقى اتنين في في تمانية يديني مساحة الاتنين الرقصيين، احطها هنا في المعادلة يطلع لي S هو الأنون فانت عندك لنضيف إما أسيوم الفايتامانية جات أريا ستيراب بتساوي N في أريا وان برانج يعني عندك الفايتامانية مثلاً فيتامانية. فيتامانية مساحته نصف سنتيمتر مربع. عندك الكلب كان فرع بفرعين. يبقى الاريا السيراب 2 في نص. طب بفرض الاربع فروع يبقى اربعة في نص. تجيب الاريا السيراب. وتعود في المعادلة تجيب الاس. بعد كده النمبر في السيراب للمتر هي 1000 ميلي على اس. المتر 1000 ميلي. وأنا عندي الاس كحسبتها. أحسب أقسم الالف على الاس. يديني كم كان في المتر. طبعاً بتتقرب. يعني نفرض طلعلك ستة واربعة من عشرة كان في المتر. طبعاً مش حاجة اسمها ستة واربعة من عشرة. هتقول سبع كنات في المتر. دي الطريقة الأول نية. الطريقة التانية أسيوم الاس. طولاً هفرض الاس 20 سنتي. أو لا دهنا جنب العمود دهنا هنا انت قلت لنا حطه 8 في 8 في المتر. ولا مش عارف ايه. طب 8 يعني 12.5 طب هفرضها 12.5. ماشي. افرض الاس 12.5 أعود في المعادلة دي. جيبي الاريا ستيرب. جيبنا الاريا ستيرب. هي كم برانش 2 أو 4 أو تفر. احسب الاريا للبرانش الواحد. اللي هي بتساوي الاريا ستيرب على عدد البرانشات. يطلع لك مساحة البرانش الواحد. خد بقى مساحة البرانش الواحد ودخل في الجدول. هاتلي الفايل تنازمه. طلعت مثلا مساحة البرانش الواحد 0.4 سنتي. ايه قارب حاجة ليه الفايل تمانية 0.503 يبقى 0.58. افرض احسب مساحة البرانش الواحد 0.6 يبقى التمانية مش تنفع. يبقى 0.4 حاجة 0.7 8 اللي هي بتاعت الفايل عشر. يبقى الكانات الفايل عشر. وهكذا. ده كده لو بستخدم كانت لمقاومة الشير. فيها السئلة في الحتة دي. احنا هنشوفها في بالارقام. بس يعني لو فيها السئلة دلوقتي اسأل لو في حاجة مش فهم. طيب. ده كده لو استخدم كانت. لو انا بستخدم حديد عدل. حيه straight bars. هي بقى الحاجة الواحدة بتقاوم الشير هي الكانات. طب افرض واحد مكسح حديد. يعني عنده straight bars ومستخدم bent bars. فيه جزء حديد عدل وفي حديد مكسح. فالحديد البنت بارزة بيقاوم برضو في الشير. فساعتها هيبقى الشير هيتشيل بحاجتين. بالكنات وبالحديد المكسح. طيب. هل ممكن واحد يقول لي انا هستخدم حديد مكسح فقط ومش هستخدم كنات؟ لا دي لأ بقى. انا بقاوم الشير بطريقتين اتنين. يا كنات بس يا كنات وحديد مكسح. لكن حديد مكسح بس وقول لي مش هحط كنات لا دا ممنوع. فش حاجة اسمها كده. يبقى عندك حالتين يتحط كنات فقط لو انت راجل مستخدم straight bars يتحط كنات وتاخد تأثير الحديد المكسح لو انت راجل مستخدم bent bars يبقى اللي اتنين مع بعض. فدي الحالة التانية اللي هي using both stir-ups and bent bars ساعتها بقى بنقول ايه؟ بنقول الكيو اس اللي هي الشير سترس الكاريت باي ستييل رينفورس ايكوال كيو ألتميت ناقص كيو سي ألتميت كريكت الخرصانة الكونتريبوشن بتاع الخرصانة الكيو اس دي مجموحة كتين بقى جزء بتاع الكنات ده نفس المعادلة اللي قلناها من شوية اللي هي بتساوي الarea stir-up في f y على في f y stir-up طبعا على gama s على b f s زائد جزء بتاع البنت بارز زائد بقى المعادلة البنت بارز معادلة البنت بارز الاول دي المعادلة العامة احنا طبعا هنستخدم اللي تحت بس انا يعني خلينا بس الاول ناخد ديات بتقول المعادلة بتقول الarea steel bent اللي هو ده اللي متكسح في f y على gama s f y هنا مش f y stir-up لا ده f y بتاع البنت بارز مع البنت بارز ده ال f y بتاعته هي بتاعت المين steel ده اللي هي اسمها f y ال f y للمين steel longitudinal steel لكن الكنات دي سميناها f y stir-ups دي f y مختلف لكن المين steel اللي هو تكسح لا هي بقى ال f y العادية ال area steel bent في f y على gama s على b في s 1 اللي هي المسافات ما بين الجروبز اللي متكسح لو انا عندي الحديد المكسح كزا جروب متكسح مثلا على ثلاث مراحل في ساين كده 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 معادلة بتاعت الحديد المكسح بتاعت الكنات هي هي طبعا لانت تغير هنا تبقى ايه بتقول المسائل المعدلة بتقول ال area steel bent في f y على gama s على gama s يعني انا انا كسحتهم من الاول وانا بعمل detailing وانا برسم الحديد وانا برسم الحديد عملت كسحت 4.16 فدينا عارف 4 في 2 8 سنتيمتر مربع يتفضل الكنات اعمل ايه اعمل زي اللي فاتت افرد ال S هات ال area steel او افرد ال area steel هات ال S دي طريقة وطبعا كل واحد يطلع ديزاين غير التاني يعني هو ديزاين فما فيش مش مفترض ان اتنين يطلع نفس الحلع معهم يعني كده يعني بالصدفة يعني فواحد يفرد ال S ب 15 سنتيمتر يطلع له كنات شكل واحد يفرد ال area steel من الاول 8 ملي يطلع له 12 سنتيمتر يعني يطلع له شكل تاني واحد من الاول مايكسحش ويحسب الكنات الاول ويجيب الحديد المكسح اللي هو محتاجه يعني ممكن واحد يفرد ال area syrup ويجيب الحديد المكسح اللي هو محتاجه ويعمل detailing بعد كده فانت هتلاقي ايه هتلاقي اشكال والوان كل واحد غير التال فدوت الحالة بتاعت ال bent دلوقتي هقول ال example numerical على الكلام دوت ده كل المطلوب مننا في الدرس دوت يعني موضوع بسيط جدا معابلتين هايفين جدا بنشتغل عليهم بس المهم تكون فاهم ال concept يعني هم حاجة تكون فاهم ال concept فتعال نشوف ال example دوت عندي camera طولها زي ما قدامك كده clear span 7 متر والعمودين كل عمود عرض ونص متر وعليها load uniform 80 kilone للمتر فسهل حتى كمان ايه ما فيش احمال concentrated او كده camera section بتاع مرسومة هو دبس 70 عرض 25 حددها المستخدم 6.18 وستريت يعني انا يعني عملتلك obligation كده ان ده ستريت بارز يعني ما عندكش حدد مكسح يعني اللي بيقاوم الشير في الحالة دي الكانات فقط وهي عرضها 250 ملي فطبعا هيبقى اكيد عدد الفروا فرا عين طبعا ما قال من 400 ملي ففرعين فعدد الفروا فرا عين ميدي لك F C U 30 ميجا بسكال و F Y 2 40 ميجا بسكال تعال هنشوف بقى ايه الحل اول حاجة فين كان critical section هيبع على بعد دي على الاثنين خلاص ده كاميرا متشال على عمدان مش على وش العمود ليه لان ما عندش حملة مركز قريب من العمود عرب من دي على الاثنين فخلاص ومعندي شداد لو عندي شداد طويل لفوق كان يبع فيه section من الاثنين يبقى عنده وش الشداد ده فإذا هنا احنا بتكلم على الحالة التقليدية انه critical section على دي على الاثنين سواء النحية ده الدنيا متماثلة يعني الشير force متماسل وهنا على بعض دي على الاثنين وهنا على بعض دي على الاثنين فاصمم واحد والتاني ده هيمشي زي ه بالظهر فده critical section طيب الدبس بكام الدبس 700 نقص 650 650 ميلي طيب Q ultimate Q ultimate يتساوي ايه انا عايز احسب Q ultimate عند critical section مش دي دي ما تهمينيش في حاجة دي كلها يعني كل اللي على شمال critical section ده neglected مهمل لان زي ما اتفقنا اللي على شمال critical section ده احنا عارفين فيه قلنا فيه حتة كده مسكة في العمود اللي هي على شمال الداجون الكراك اللي هو على 45 درجة مسكة فما فيش شير ما كاميرا هنا الدنيا هنا ايه الكتلة دي كلبش في العمود فما عندهش مشكلة المشكلة في اللي بعد كده او الشرخ يفتح بعد كده فاحنا هنا اللي على الشمال ده مليش ضعب احسب الشير هنا ازاي احسب الرياكشن ناقص اللود في المسافة دي الرياكشن بيساوي ايه دبل في الل على اثنين يبقى 80 في سبعة ونص على اثنين ده اول حاجة الرياكشن 80 في سبعة ونص على اثنين ناقص الحتة شوية اللود اللي في الحتة دي من هنا الهنا نزلت 80 في المسافة دي المسافة دي كان نص عرض العمود زائد D على اثنين نص عرض العمود يبقى 0.5 على 2 زائد 0.65 D على 2 يطلع نحسب الشير سترينس الشير سترينس بيساوي الـ Q ultimate على B في D يبقى 254 كيلو نيوتن اضربها في 1000 عشان نحولها الى نيوتن على B 250 ميلي في D 650 ميلي 1.56 ميجاباسكال او نيوتن على الميلي متر المربع بعد نحسب الشير سترينس بتاعتنا في عندي ثلاث قيم زي ما اتفقنا QC ultimate uncraged QC ultimate cracked Q ultimate maximum uncraged 0.16 جزري 30 على 1.5 والcracked 0.12 جزري 30 على 1.5 والmaximum 0.7 جزري 30 على 1.5 فطلع عندي 0.72 0.54 3.13 قيمة الشير critical هنا او اللي عندي critical section تقع فين بالنسبة لل 3 اللي قيم تند لل Q ultimate uncraged والQ ultimate maximum تقع فين هل هي أقل من QC ultimate uncraged لا طبعا لا في النص يبقى دي الحالة ديت محتاج تزاود الأبعاد أو حاجة لا طبعا لأن هي ما عدتش لل 3 و 13 للQ maximum لو كانت عدد لل3 13 للQ maximum كنت هزاود أبعاد section عشان أقل 1.56 لو زاود أبعاد section بدل 250 في 650 مثلا خليته 500 مثلا في 750 هتلاقي الترم ده أقل فيرجع يقل عن 3 13 لكن هو الحمد الله هو أقل من 3 13 فأنا لا أحتاج لتقع الوقت أنا دلوقتي بين Q ultimate uncracked و Q ultimate maximum بين 0.72 وال 3 13 يبقى هنا ده اللي أقول هو أقل من Q ultimate maximum وأكبر من Q ultimate uncracked فأحسب Q اللي بتشيلها الكنات Q S ultimate تاعت الستيل طبعا كله على بعضه وأنا هنا ما عنديش حديث مكسح فهي هي بتاعت الكنات على طول طالما ما ما فيش حديد مكسح فالQ ultimate تساوي Q ultimate ناقص Q ultimate cracked ما تنساش دي بقى لما تيجي تحسب الحديد تطرح cracked ده إن الخاصنة شراخت فالQ بتاعتها قلت فيبقى 1.56 ناقص نص Q ultimate sorry Q ultimate cracked اللي هي كانت 0.54 يبقى هنا 1.56 0.54 تطلع 1.02 وطبق في معادلة الكنات معادلة الكنات بتقول ايه بتقول 1.02 ديت بتساوي area styrup في F Y على gamma S دي 240 دي بتاعت الكنات على 1.15 على B S على 250 S فيبقى هنا عندي من المعادلة دي هتلاقي عندي unknowns area styrup و S دول التوق unknowns اللي حتى حسيبهم كده طلع المعادلة في الشكل ده زي ما كاتب كده area styrup على S 1.22 1.22 دلوقتي دي area styrup على S بات عشان تبقى الدنيا بس واضحة قدامك ما تقعدش تحسب كتير فانت هنا ممكن تقول لي انا هفر دي S واحد قال لي let S 200 ميلي ماشي فرضنا S 200 ميلي نحسب area styrup يبقى 200 في 1.22 تطلع 244 يبقى area styrup 244 ميلي وانا عندي كان فرعين يبقى الفرع الواحد كام 122 area styrup for one branch 122 لانص total لانا عندي كان فرعين السلايد اللي فت كنا رسمنا فرعين فأسمنا على 2 طلع الفرع الواحد 122 ايه بقى ايه فاي كام يديني 122 فاي 14 فاي 14 اللي كان ده كتير رقم كبير احنا دايما بنحوم حوالين 8 ميلي وال10 ميلي فده كده يبقى ايه rejected ده انت بتعمل محاولات مع نفسك كده رجع ايه رحت تقول طيب انا هفرض الاس 150 ميلي يبقى هنا 150 في 1.22 2 للبرانش الواحد بقت 91 91 دي فاي كام طلعت فاي 12 كتيرة برضه يعني تو ماتش يعني لو انا مضطر طبعا ممكن ممكن في كنات كده يعني بس يعني في كاميرا زي اللي احنا شايفين دي لا ده كتير يبقى دي لا الغية رجعنا قولنا طب خلي الاس 100 ميلي 100 1.22 يديني الاري 122 ميلي 122 ميلي على دي للفرعين للفرع الواحد كام هيبقى 61 ميلي مربع 61 ميلي ايه اللي بينفع 61 ميلي احنا عارفين ان فاي 8 مساحتها 50 و3 من 10 ميلي مربع وفاي 10 78 ونص يبقى هنا ينفعني 78 ونص فاي 10 يبقى كده اخلص يبقى انا استخدمت فاي 10 استخدمت كم كان استخدمت هنا 100 ميلي يبقى كم كان في المتر المتر 1000 ميلي اقسم 1000 على 100 دي 10 يبقى 10 كانت في المتر الطول يبقى 10 فاي 10 في المتر ممكن تكتب بطريقتين ممكن واحد يكتبها كده ممكن واحد يكتبها زي ما اكتب كده 10 فاي 10 للمتر وممكن واحد يكتبها ازاي يكتب لي لا انا هكتبها كده فاي 10 add add يعني كل يعني كل 100 ميلي متر الطريقتين صح يتقول 10 فاي 10 في المتر يتقول هي في 10 كل 100 ميلي ما انا حساب اللي هي 100 ميلي يتقول في 10 كل 100 ميلي ده صح وده صح فدي كده ايه تصميم الكنتر ممكن واحد يقول لا انا مش هعمل كده انا مش هفرض الاس انت انت لغ بطيني انا انا افرض الاس واجرب ما انا الاول انا احط من الاول في 10 الواحد يبقى 2 في 78 ونص يطلع كام 17 157 تطلع 157 ميلي متر مربع اعوض بال157 هنا هنحط هنا 157 يطلع لك ال نحسب كده هنجيب الاحاسب هنحسب هنقول 157 على 1.22 يطلع الاسباسينج كام يطلع الاسباسينج ميلي ساعتها هتقول لي يبقى في حاجة اسمها 128 ميلي مش هنكتبها كده هنحط كنات كل 120 ميلي يبقى فايا 10 كل 120 ميلي تاني انا حسطت الاس حسبتها من الاول انها فرعين الفرع الواحد 8 ونص يبقى 2 في 8 ونص 157 157 عوضت في المعادلة جبت الاس طلعت 128 ميلي فقرب الـ 125 بلاش 125 ميلي يبقى اقول ان انا عندي فايا 10 كل 125 ميلي او ممكن واحد تاني يقول لا انا اخد الالف ميلي اقسم على 128 اشوف كم كان في المتر وقرب ده صح وده صح هتقول طبعا انت واحد طلعها 10 كل 100 ميلي واحد تاني طلعها 10 كل 125 اه طبعا اللي طلع كل 125 ده راجل مور ايكنوميك طب طلع حل مور ايكنوميك طب هتقول لي ايه اللي خلى الفرق الجاب ده الجاب ده التقريبة ده ان احنا لما حسبنا ان حطينا الاسبايسنج 100 طلعي 61 قربتها ل78 التقريبة ده اللي طلعت الدزاين بتاع الراجل ده او اللي انا غلطت فيه ده او مش اللي انا عمله في الاسلايد ده مش ده المست ايكنوميك وان لان انا طلعت 161 ميلي وقربتها اللي كان اللي استخدمت 178 فطلع لي فاي 10 كل 100 ميلي لكن لو انا كنت ممكن اعمل حل افضل لان افرض كان فاي 10 كان يطلع الاسباسينج 125 كان يبقى فاي 10 كل 125 ده كده ايه التشك بتاع المينيمم طبعا كده مصمم الشير الكريتيكال هل هتشك على المينيمم يعني يعني في الامتحان طبعا مش هتلحق تعمل الكام ده لكن الصح ان انا احسب الارية منيمم اليا بوينت فور على فواي في بي فس وتأكد انها اكتر من اقل من الارية اللي انا استخدمت انا استخدمت 157 ملي اللي هي 157 اللي هي 2 في 68 مليم مليم